من المثقفين ومنهم مثلا الدكتور يوسف زيدان قالوا ان هم مستعدين هم اللي يعيدوا طلاق المدخل بتاع المقبرة دي حتى يوسف زيدان نفسه قال انا مستعدة اروح اعمل الطلاق بايدي لانه طبعا يبدو يعني انه المقبرة احتمال او كانت تحت بند الازالة وطبعا الكلام المؤلم اللي تقال اليومين اللي فاتوا انه في عرض ان فرنسا تأخذ المقبرة عندها ويتم دفنه في فرنسا وكل هذي الاشياء انا بس عايز اقول حاجة بشكل عام يا جماعة ارجوكو ما تخلوش الحاجة تعد وقت طويل على ما ترده وتتحركه يعني الموضوع ده بقاله ايام طويلة طب ليه سايبين الناس تاخد وتدي ومعقولة طاح سين وتعود الناس تتألم وتتأسى والشباب يقول ادي البلد واللي بتعمله في طاح سين ولو عايزين نصيحة يعني شكل المكان يعني دي ما ينفعش بقى مقبرة طاح سين يعني يعني عايز الحق يعني كمان يعني ما عرفش بقى طبعا هذا امر يعود الى اسرته ولكن يمكن نقلها في مكان افضل يتعمله ضريح اعظم يعني انما في المكان ده وطبعا لانه المكان ده هيبقى فيه حركة وعربيات وبتاع مش مقامه بس المسألة بسيطة قوي زيارة لاهله او اهله يزور المحافظة يا جماعة عايزين ايه ايه رأيكم احنا عندنا اقتراح فين وزيرة الثقافة اشتركوا في القناة